أكد حزب الوفد أن بيت الأمة يثمن وبشدة استجابة الرئيس السيسي لما طرحته القوى السياسية بشأن صرف دعم استثنائي 300 جنيه على بطاقات تموين لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضاقم وارتفاع أسعار السلع بشكل مرحوظ وقدر حزب الوفد قرر الرئيس السيسي وحرصه بشدة على توفير حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل من خلال تحقيق الأمان الغذائي وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة مشيرا إلى أن الرئيس قد أعلن أنه يجري تجهيز لحملة إبراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال شهر سبتمبر القادم وهو أمر في غاية الأهمية في ظل توقعات باستمرار الأزمة العالمية